الجسر الثالث فوق مضيق البوسفور تحدثوا عنه لسنوات وتحول اليوم حقيقة هذه الصور تظهر كيف سيكون الجسر بعيدة شيده كمقرب للحدود بين أوروبا وآسيا قرب فم البحر الأسود من شأنه التخفيف من زحمة السير لكن البعض يقول إنه مصدر تهديد لمنطقة غابات هي الأخيرة بعد غزو المدني لها إنها الغابة الأخيرة في اسطنبول منطقتنا الخضراء الأخيرة إنها مهمة جدا للمدينة وتسمح لنا بتجميع مياه الأمطار لاحتياجاتنا من المياه فضلا عن فوائدها في تزويدنا بهواء نظيف بناء الجسر الذي يبلغ طوله ألف متر يعني كذلك محو قرية جاريتشي التي تعتمد على الصيد بشكل أساس أهليها يحتجون ولكنهم على ما يبدو قانعون نحن من أوصل هذه الحكومة إلى السلطة لقد صوتنا لها أردنا أي شيء إلا هذا الجسر وهذا ما حصل شئنا أم أبينا أصبح الجسر حقيقة فلقد قرروا ذلك شيدا هذا الجسر الثالث لحل مشكلة ازدحام السير الكبير الذي تعاني منه اسطنبول فأربعمائة ألف سيارة تعبروا البوسفور يوميا ولكن أصحاب المشروع يشيرون إلى فائدته في دعم توسع المدينة التي من شأنها التمدد أكثر إلى مناطق ممنوع البناء فيها حتى الآن بين عام 1980 تاريخ الإعلان عن بناء الجسر الثاني وعام 1985 ارتفع عدد سكان اسطنبول إلى خمسة ملايين نسمة اليوم إذا بنينا الجسر الثالث يمكننا توقع ازدياد عدد السكان إلى 25 مليون شخص الخطط للتخفيف من الازدحام المروري عند مضيق البوسفور لا تقتصر على الجسور فوق الماء فهناك نفق تحت الماء لسكك الحديد وآخر للسيارات ولكن مستقبلا ترجمة نانسي قنقر